الحكومة اشنوات عملت في الموضوع ويتفجير الكرادة من اقول حكومة اقصد رئيس الوزراء حيدر لعبادي باعتبار القائد العام للقوات المسلح بيان صادر عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة دكتور حيدر لعبادي يتضمن اوامر عدة اولا على جميع الجزة الامنية سحب جزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا اي دي اي من السيطرات وتقوم وزارة الداخلية بعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الاجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها ملاحقة جميع الجهات التي ساهمت بها هل مشكلتنا كاشف الزاهي؟ احنا بكل انفجار بكل انفجار نقول سوشابو الاريال وكلهم يقولون سوشابو الاريال حتى المسؤولين كلهم ويبقى الجهاز ونبقى نذب اللهم عليه ويرجع لصير الفجار الاخ وهم يطلعون المسؤولين ويقولون سوشابو الاريال مثل الاخل الصغير بالبيض شيصور نذب برأسه وما نقدر نحكي؟ اوكي اجوا اياك نفرض هالمرة فعلا فعلا قرارت تسحبه وتلاحق الجهات التي ساهمت به زينيات ترى شلون راح تعرفهم؟ هل هم طلعوا سابقا بالقنوات الفضائية وقالوا انه هذا الجهاز شغال وما بي شيء؟ ويكشف المتفجرات بنسبة كبيرة جدا؟ هل انت شخصيا مقتنع بان هذا الجهاز يعمل بكفاءة؟ هذا الجهاز انا بيانت اكثر من مرة يعمل في اقصى الحالات هي 40% ان شاء الله في القريب العاجل كعلميين احنا كمهندسين كهربائيين وفيزيوين احنا ننطي الجهاز عمل مئة بالمئة انا اسأل فلك وفق مبدأ علمي بي احيانا يؤدي المهام الموكلة الى لكن ليس بالمستوى المطلوب لا لا هذا موضوع قديم لا 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 هذا موضوع قديم وبي يعني لا ما سيلك اشتون انت عبدو عادي بي جدل كثير والناس كلها تعرف الناس تعرف تفاصيل اكثر منه منك تعرف انه فاشل احسا انا هذا فاشل ناجح هذا مو لا هو فاشل لو ناجح اسمح لي احسا هذا الداولو بي الناس وكلي جامبي شكلت وكلي ناس اندبت بس جميل من وراء جيد ايه فاحنا هذا الموضوع حسا مع الايدي نرجح حسا نحكي به هو دخل لا لا ما اقول لك بي فقط لا هو اعتقده 2006 وال2005 هو دخل احنا اليوم بال2016 وبعدنا نستخدمه ايه بعدنا نستخدمه كون هي لكافة العجلات والمواد المتفجرة وهو اللي رح يكشفها بدون علم بالماد المتفجرة موضوعها بالعجلة وليش رح نشيك يمكم استاد احنا نشيك يوميا بالشوارع وللأسف طرع ما يكشف تجارب عملية علينا دلتصير من دماغنا يوميا المشكلة انه هواية اصروا من ذاك الوقت على انه هذا الجهاز ده يشتغل عزيزي ابو يسر تدري منو قال على الجهاز شغال بنسبة كبيرة احزر منو الله عليك قسم من الاجهزة كانت اصلية وهذه التي تكشف وقسم منها التي اقيمت عليها الدعوة كانت مزيفة احنا شكلنا لجان على هذه الاجهزة يوميا صارت عليها الدعاية والاشاعة وجاءتنا النتائج بان هذه الاجهزة تكشف من 20 الى 54% في احسن الاحوال واحسن الاحوال ماذا حينما يكون الجندي مدرب عليها وحينما يعرف كيف يستخدم الكارتات الكارت الذي يستخدم في الجهاز لكشف المتفجرات لا يكشف الاسلحة والذي يستخدم لكشف الاسلحة لا يكشف المتفجرات بما انه الجهاز توردت بوقتك وانت وفقت عليه ودافعت عنه باستقتال الى حد قبل سنتين فأتمنى تكعد يوم ام واحد من الشهداء وتشرح لها الموضوع وقل لها خالة اكو كارت يكشف متفجرات وما يكشف اسلحة واكو كارت يكشف اسلحة وما يكشف متفجرات هو هذا الخلل بهذا الكارت بس من تكعد وياها وجه بوجه عزيز الدكتورة بويسر انت من اول يوم استلمت برياسة الوزراء وصورت قائد عام للقوات المسلحة تعرف كل جزين مثل ما كل العراقيين لا كل العالم يعرفون انه الجهاز كلاوات جزين راح اسمعك شغلة بينه وبينك تدري احنا ليش نستخدمه لحد الان هذا الجهاز لكن كان هناك اي وجهة نظر انه الغاء هذا الجهاز بشكل كلي في ذلك الوقت ده الحدث عن جدل الغاءه بشكل كلي في ذلك الوقت ربما يعطي انطباع ان لا يوجد اي شيء يثير المخاوف لدى الارهاب يعني شرطي او رجل الجيش والغيرهم الحماية الامنية اللي شاعلين هذا الجهاز ربما عدهم فد مؤثر نفسي على الارهابي بدرجة معينة يجعله يخاف ويرتبك انه قد اكو في الجهاز خراعات خضرة يعني هو هذا الصحيح انه احنا نحط جهاز كل الكرة الارضية يدرون بيه كلاوات وما يشتغل بس احنا نحطه حتى نخوف بيه الارهابيين اللي هم مويانة على الكرة الارضية مو من غير كوكب ترى يدرون بيه ما يشتغل لكتر حيدر بس ملاحظة صغيرة ابو الاري الكاشف الزاهي ما زال يستخدم بالسيطرات ورما انت سحبته حسب تقرير صحفي انتج البارحة اليوم الخميس ثمانية سبعة الفين وستعاش الجهاز موجود وده يستخدم بعده ما زالت هذه الاجهزة بايدي عناصر الشرطة في السيطرات المختلفة في كربلاء والمحافظات الأخرى وهو ما يثير امتعاض وغضب المواطنين لحد الآن لم يصل إلينا هذا التبليغ بشكل رسمي هذه السيطرات كربلاء المقدسة وليطبوا لها مئات آلاف الزوار شهريين ليش ما نسحب لحد الآن كلمة العبادي كانت بنج مو طلع وقال سحب الجهاز من السيطرات يعني هم راح يظل الجهاز وهم راح يصير انفجار وهم راح يقولون صوت الجهاز وهم العبادي يقرر السحبة وما حد يسمع كلامه ترجمة نانسي قنقر